السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفيديو تالي يوم كما راكم تشوفوا هنا الفيديو تالي يوم هو مسكوتشو ما قدرتش نديره لكم على الفيديو اللي فاتيجيكم طويل نبدأوا على بركة الله المقادر نكيهلو بالبات تال ياورت نديرو بات تال ياورت ونكيهلو به كلش نكيهلو زوش كيلات تاسكر بالبات تال ياورت انا هنا درت في المول كبير درت 6 بيض مع زوش كيلات تال ياورت تلاثة بيض ديرو كيلة لكن بغيتو شوي يجيكم حلو ديرو 3 كيلات تال سكر انا مبغيتوش يجيني حلو بزاف ستلو شوكولة من الفوق وهكاك يعني جا شوية نقص حلوة لكن بغيتو يجيكم حلو بزاف حلو مليح مليح ديرو 3 كيلات بالبات تال ياورت تال سكر مع 6 بيض فيهم قرصة ملح ومغرف تال لافاني ديرو نعود لكم 6 بيض مع قرصة ملح ومغرف تال لافاني ومن زوش حتى الثلاثة كيلات تال سكر اللي بغاها كيما نقص حلو بيدير زوش اه هنا عندكم زوش كيلات تال ياورت جميع كيلو بليا بالباته زوج كيلات حليب بالباتها تال ياورت زوج كيلات تال زيت وعندنا است كيلات تال فار يعنا نضيرو زوش ببيتinstall ياورت زوج كيلات بالباطع الياورد حليب زوج كيلات زيت وستة فارينة وزوج صاشيات تعلالي فيغ شي ميك لكن درتو مول صغير ودرتو فيه ثلاث بيضات ديرو نص الكمية هما كيفا ثلاث بيضات بباط حتى الباط ونصتا السكر اللي كان بغيتو حلو وديرو لباط ياورد كيلات حليب بالباطع الياورد كيلات زيت وثلاثات فارينة وصاشيات تعلالي فيغ شي ميك هنا نزيدو في الياورد نزيدو لزوج مغارف تاع حليب غبرة هذي الاضافة تقدروا تديروها تقدروا ما تديروهش بس يعطيه واحد الطراء والمسكوتشوت تاكم ويعطيه هذا واحد لقوا هذك تاع الحليب يجي مليح فيها نديرو السكر والبيض يطلعو كي يطلعو لنا مليح كي ما لاجينواز اون موسو شكل تحم جاي رغوي هكا وكرامي نزيدو لو الزيت نقصو نقصو السرعة تاع الباتخان ولا الباطر ولا الخلاط ونديرو الزيت والياورد هذك اللي كنا خلطنالو زوج مغارف تاع حليب غبرة ومن بعد نزيدو الحليب الحليب كينديروه ما نخلطوش بزاف غير شوية بش ما يجيناش الخالي تستعنا سائل هذي الكيكا هذي تقدرو تديروها في خلاط كهربائي بالباتر بالبيتخان كي ما تحبو الوسيلة اللي عندكم استعملوها التاز موبرك ديرو هذو المراحل بالتدريش ديرو البيض مع الحليب البيض مع السكر ومن بعد نزيدو الزيت ومن بعد الياورد ومن بعد الحليب هاتكم الحليب كينديروه ما تخلطوش بزاف شو ما يهبط لكم شاذاك تطلو على البيض بتاعكم ومن بعد راكم تزيدو الفارينا اللي هما ست كيلات بالبات تاع الياورد مع زوج مغارف تالالي فيوغ شي ميك اللي تخلطوهم مع الفارينا باش يهبطو ما يقعدو لكم شو مبركسين في وسط هذيك الكيكا تاعكم وما يجيش القوت تاع حما كي تطيحو في مورسو هكا تاع خميرة وحدو يجي القوت تاعو ماشي محبب وثاني في نفس الوقت ستنجح لكم الكيكا تاعكم هذي حاجة بسيطة تاع انكم تديروها فالصفايا وتفوتو لها ولا غربال ولا كي ما تحبو وتخلطو من الفوق لتحت باش ما يروح لكم شاذاك تطلع تاع الكعكا تاعكم بعد تديروها في الفور ديروها في المول وديروها في الفور الفور تاعكم تشعلو كي تبدو الخدمة تشعلو الفور تاعكم على 180 درجة كي ما لا جينواز عادي ولا قغيل تديروها في الوسط نديرو ثلاثين تاع الخالط كي ما هنا نحطى على دو مول المول هذا الغاز راهو كبير عليها درت فيه ست بيضات لكان عندكم مول صغير كي ما هذا على اليومينيوم راهو صغير بزاف يهزلي ثلاث بيضات وثاني لا فاغم هذا تاع المول على اليومينيوم هايلا جي بيه المسكوت شو الشكل تحها رائع تسمالو كانت استعملوه المول اللي جيو بشكل هذا احسن انا استعملت المول الاخر اللي عندي شوية كبير بغيت ندير مسكوت شوية كبيرة نديرو الثلاثين تاع الخالط والثلاث نزيدولو الكاكاو باش نديرو هذك الشكل اللي يجي في الوسط بالكاكاو نخلطوه مغرف تاع كاكاو انا عندي كاكاو كحل بزاف لك اندرتو بني ديرو زوج مغرف لكان عندكم كاكاو كحل بزاف ديرو فرض مغرف خلطوه ونبعد ديروه في نص هذك الكاكاو تقدروا تعوضوا الكاكاو بالنيوتيلا ولا هذك الشوكولات اتغتيني ثاني جي مليحة ديرو شوية كاكاو شوية شوكولات اتغتيني وتزيدوها تعطيكم واحدة نديروها غير في الوسط ما توصلوش الجوانب باش تجيكم في الوسط هنا رايتبان راهي الفوق بصح مبعد تهبط كي ما ذلك كي نعطلكم الكيكا طيبة ونقضحها تشوفوها كيفها هبطة لتحت كامل وما تتغطى من الفوق وكأنو زلها تبقى بيضة من الفوق وانا قدرتها غير هكا برك تسويوها بالمغرف ما بتوصلوش للحروف او ثاني كي تعودو تشرغو في لابا غايت تعاكم حرقو المول ما تحرقوش اللي راا كم تخرغوه فيه وإلا صالة ديار ووالا الان يتفرغو بيه ما تحركوش هو حرقو المول باش ما يلزقلكمش ما تلزقلكمش لابا غاي هذيك في络وانب وتضحرك والمول تعاكم ادهنوه بالزبدة ولا الزيت وديرو له الفرينة باش ما يلزقبلكمش ثاني تقدروا تديروه في الفريجيدار كي تدهنو ديرو فريجيدار يبرد مبعد ولي وديرو لأباغاي باش تضمنو باللي ما يلزق لكم هاي طابط الكيكاتاي كي ما كلكم على مية ثمانين درجة تشعلو الفورمان قبل يسخن تخلطوا لأباغاي تاك ومبعد ديروها هاي طابط باش تعرفوها باللي طابط تديرو فيها الموس و الكيك دون كي يخرج شايح هذي كي وانا درت لها القلاساج من الفوق وجدرت درت خمسين قرام تاع شوكولة مع باط تاع كرام ديسار ذوبتهم عندكم جتني شوية محبة هكاك راني درتها فوق الباماغي ذابت كانت هايلا على اساس باللي طفيت لها وانا راني طفيت على حاجة وحدخرة وخليتها قاعدة تغلي 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 دارتها لكي يديرو هذا القلاساج بالشوكولة و الكرام ديسار يجيكم مليح كي ما درته لكم فايت فلاي طاقت اللي فاتو يجي كي ما القلاساج ميغواغ هاي هنا يا وانا بغيتو جي شوية مايه عليها درت خمسين قرام برق مع باط تاع كرام ديسار بشي جي مايه هيه بطلع الطرف ما صلحوا ليش بصح ما عليش كي ما هنا الكيكا شفتوها كيفا كتنمس فيها طريية هاي لا متعجن ما ولو ديروا القلاساج تاعكم شوكولة ولا كرام باتيسيار ولا وش تحبو ليكم الخيار ولا ديروا نسلي كرامال ولا اي قلاساج بغيتوه ولا قلاساج داع شوكولة بيضة كي ما تحبوه عندكم الخيار انتم اللي تخيروا القلاساج اللي بغيتوه نزيد نحط لكم ثاني صورة تاع الكيكا اللي بالشكل تاع المول الصغير تشوفوها كيفا جات طالع لني عندكم النوع تاع المول هذك يجيكم احسن من اللي مول هذو هاي هنا ما تبانش طالعه بصحية هاي لا ما تنسوش بللي هاي تنفخت في الوسطى يجيت كل مرفوعة هكا من بعد كن نعتلكم في الفيديو كيفا هم قطعت شوفوها كيفا هجات هاي لا درت لها شوية شوكولة قطعتها رقيقات درت شوكولة هذي كتاع الكوكاو قطعت لها واحد الريحة قطعتها ودرتها ثاني تقدروا تديروا لها الشوكولة تختيني من فوق انا خلط لها ثاني مغرف كانت عندي غير شوية تاع الشوكولة تختيني كروة تلبط درت مغرف خلطه لها ودرتها هكا من فوق وحطيتها اه حطيت لها الشوكولة مقطعة وانتو ما تقدروا تديروا لوزي فيلي محمص كوكاوي فيلي محمص عندكم الاختيار وش ديروا شوكولة بيضة ديروا لها اه نسلي ديروا لها اي نوع تاع كلاساش ابغيتوهم الفوق هاي لكم الكيكا كيت كطعت كيفا هجات اه جات هشيشة وطرية وخفيفة هاي لا اه تصلح القهوة تعلشية ثاني تقدروا تديروا زوج ثلاثة وتخبيوهم في الفريجيدار ولا ديروهم في الماليمنتر ديروهم في الفريجيدار ولا في كونجيلاتور كيت سحقو تجبدو للاستعمال اه ثلاثيام اربعة اسبوع با بلوس ماشي مدة طويلة اه هاي لكم هنا كي حطينا الكيكا تاعنا هاو كيفا هجات الشكل تاحا نزيد نعطي لكم الكيكا في المول الصغير شوفوا كيفا هزا تطلع الله يبارك كي عود المول تاعكم الشكل تاعو هذك اللي يجي لكي القبة هكا يجي الشكل تاعو احسن هاي لكم هنا نفس النتيجة جات شوية بيضة المول تاعي لاخري حمر شوية وهذه هي الفيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله